ما كشفته صحيفة نيويورك تايمز وموقع انترسابت الأمريكي عن علاقة إيران بتنظيم الإخوان الإرهابي وسطوتها في العراق وسياستها لزعزعة الاستقرار في المنطقة يؤكد المؤكد لكن أن يكون مصدر هذه المعلومات وثائق استخباراتية إيرانية مصربة فهذا يعني أن أي مجال للشك لم يعد واردا وثائق من مئات الصفحات كشفت عن تنسيق مشترك بين إيران وتنظيم الإخوان واجتماعات سرية برعاية تركية ومخططات هدفها زعزعة الاستقرار في المنطقة وتحديدا السعودية كما أوضحت بالتفاصيل والوقائع سطوة إيران على القرار العراقي فكيف يمكن أن يكون الرد على مخططات إيران التي باتت مفضوحة بشهادة استخباراتها وماذا جاء في هذه الوثائق؟ نبدأ أولا بتلك المتعلقة بالعلاقة بين إيران وتنظيم الإخوان إيران وتنظيم الإخوان جمعتهما تركيا عام 2014 على أراضيها في اجتماع سرية وفقاً لوثائق الاستخبارات الإيرانية المساربة لصحيفة نيويورك تايمز وموقع انترسابت الأمريكية اخترت تركيا لعقد الاجتماع لكونها واحدة من الدول القليلة التي لديها علاقات جيدة مع الإخوان والنظام الإيراني وخلال هذا الاجتماع الذي لم يغب عنه التخطيط لزعزعة أمن المنطقة عرض مسؤول تنظيم الإخوان التعاون مع إيران بحسب التسريبات وشدد مسؤول في الإخوان خلال اجتماع تركيا على أن التنظيم وإيران يشتركان معاً في العداء للسعودية وفي محاولة لترجمة المخطط عرض الإخوان على المسؤولين الإيرانيين التعاون في اليمن ضد سياسات سعودية في وقت كان قد بدأ التحذير من جانب ميليشيات الحوث المدعومة من إيران للانقلاب على الشرعية في اليمن وبدء حرب واسعة النطاق الاجتماع الذي عقد بعد عام من إسقاط الرئيس المصري الإخواني محمد مرسي وضع حدوداً للتعاون الإقليمية بين التنظيم المصنف إرهابياً في دول عربية وإيران ورغم التقارب الذي أبداه الإخوان لإيران خلال فترة حكمهم لمصر فإنهم أدركوا أن الاستعانة بإيران بعد إسقاط مرسي قد لا تصب في مصلحتهم داخل مصر كذلك اتفق الطرفان على أن تكون سوريا خارج حسابات التعاون فيما بينهما لوجود توجهات متناقضة ذات طابع طائفي بين الطرفين ووفقاً للوثائق المسربة ما لم يكن الجانبان على علم به هو أن الاستخبارات الإيرانية التي تعد منافساً للحرس الثوري داخل جهاز الأمن القومي زرعت عميلاً لها داخل الاجتماع ولم يحضر عميل الاستخبارات الإيرانية الاجتماع بين الإخوان والحرس الثوري بل عمل منصقاً له فيما لم توضح وثائق الاستخبارات الإيرانية ما إذا كانت هناك اجتماعات أخرى عقدت بين الإخوان والإيرانيين لاحقاً معنا من الرياضة الكاتب والباحث السياسي جاسر الجاسر ومن بغداد ينضم إلينا رئيس تحرير صحيفة السياسة العراقية عادل المانع وسينضم إلينا بعد قليل من واشنطن المسؤول السابق في الاستخبارات الأمريكية نورمان رول أهلاً بكم أبدأ معك هذا الحوار سيد جاسر الجاسر وشهد شاهد من أهلها هذه المرة ليس مجرد تحليل أو افتراءات كما يقولون أو القفز إلى النتائج ورغم اختلاف المذاهب واختلاف الأديولوجيا إلا أن هناك نقطة مشتركة بين الإخوان وإيران العداء للمملكة العربية السعودية قراءتك لهذا الكشف الاستخبارتي مساء الخير أنا أعتقد أنه جزء من عملية الانكشافات الإيرانية خطوة مهمة توقيت مهم وأعتقد أن هذه التسريبات قد تكون في الغالب مرحلة أولى من سلسلة لاحقة تبين أو تكشف مزيدا من فضائح الكراهية الإيرانية مفهومة في عداء إيراني الإيران منذ بدأتها وهي تستهدف المملكة العربية السعودية وتحاول ما تسميه نشر الثورة الإسلامية وبالتالي كان لها ضروع في كثير من الجرائم والعمليات الأرهابية والتخريبية في السعودية بدءا من عام تفجير الخبر عام 96 وما تلاه من ذلك نهاية إلى الاعتداءات على أرامكو وهذه مسألة واضحة لكن هذا الانكشاف طبعا جماعة الأخوان المسلمين كنا نقول وقالت المفارقة أن ثلاث دول وقفت موقفا صار من الأخوان السعودية والإمارات في مصر وكلها كشفت هذا الملف هذه جماعة من أقدر وأسوأ الجماعات وأكثرها بعدا على الإسلام حتى حتى المنظومة الحرص الثوري الإيراني يخدم قيم معينة تعنيه سياسيا وأيدولوجيا جماعة الأخوان جماعة زئبقية جماعة متلونة جماعة لها نكهة العداء بشكل حاتج آخر فهي تتكشف كل يوم هنا مشكلة تتعاونت مع تحقيق النقاشات التي صارت في تركيا وهي ليست فقط برعاية ضمن تركيا أنا أعتقد شخصيا أنها كانت بتوجيه تركي أن تركيا كانت تحرك هذه الأذرع الأخوانية لخدمة بعض أهدافها وللاستهداف أيضا المملكة العربية السعودية تحديدا ما شهدناه في اليمن أساسا من غياب كامل وتخاذل من حزب الإصلاح ووقوفه بشكل مسترم معل الحوثي هذا جزء من انكشاف وما شهدناه في ذو الحجة أيضا من نشاطات الإصلاح هذا جزء من هذا العمل الأخوان يعني حاربون بشكل كامل وواضح وصريح ضد المملكة العربية وحاربون ضد استقرار اليمن دورهم في هذا المشهد صارخ وفاضح جدا وهو مكشف ولذلك حينما حاولت تركيا أن تجمعهم وتنسق بينهم هي تريد أن تجمع بين هالطرفين في المصالح المشتركة وين المصالح المشتركة ضرب المملكة العربية السعودية هذه ممكن مصالحة مشتركة كما ذكرت في سوريا يعني كان هناك باعتبار له من نفوذ أخواني وأيدولوجيا في تباين كان هناك اتفاق لكن مجرد الاتفاق بين حرس الثوري أو فيلق القدس وقاس المسلماني وبالتالي والأخوة المسلمين هذه فاجعة أيدولوجيتين متنافرتين أصلا ولا تقوم على حس سياسي مفتح كلتا هما تقوم على السياسي منغلق في الفكرة لكن الحرس الثوري أكثر مستقية وأكثر أخلاقية على الأقل لم نشهد في التاريخ أي جماعة حزبية منغلقة فيها هذا التلون والخيانة والغدر والخبث مثل الأخوان المسلمين جميع المنظمات حتى المنظمات سياسيا كانت لها غالبا أيدولوجيا ثابتة وواضحة داني أنتقل إلى السيد المانع في بغداد وقراءته أيضا لهذا الكشف الاستخباراتي بين طبعا بشأن العلاقة بين إيران وجماعة الإخوان والتركيز كما جاء في الاجتماع الذي جرى في تركيا على أرضية مشتركة يعني تناسي نقاط الخلافة الموجودة بين إيران وجماعة الإخوان المسلمين وفقط التركيز على الأرضية المشتركة للتعاون بدلا تحياتي لك سيد فضيلة ولضيفك الكريم السيد الجاسر ولمشاهدي قناة سكاي نيوز عربي أينما كان ابتداء دعيني أقول أن هذا الموقع الذي تناقل هذه المعلومات هو أولا ليس بالموقع الرصين وليس بالموقع الموثوق يعني خلافا لويكيليكس الذي وثق به كل العالم ولديهم المصداقية ما لديه هذا واحد المعلومات المتوفرة يعني من خلال البحث على أن هذا الموقع يدير خمسة أشخاص منهم اثنين إيرانيين معارضين للنظام ولكن إجابة على سؤالك ولكن كلامك اسمح لي سيدي مانع ما الذي تريد أن تقوله بكشفك عن هذه المعلومات عن الموقع نعم أحسنتي يعني أنا كمراقب ومتابع لما جرى إذا ما سلمنا جدلا يعني أنت تقلل من قيمة الموقع ماذا عن نيويورك تايمز ماذا عن نيويورك تايمز التي كشفت نفس الأمر يا سيد المانع لا لم أنا قرأت مجموعة من عند مختطفات بالإنجليزي قد نتطرق لها أثناء الحديث يعني حتى فيما يتعلق بالعلاقة مع الكرد مع الإيران مع كرد العراق ولكن دعيني أقول ابتداءا إذا التقرير أشار على أنه تركيا من جمعت إيران بالإخوان المسلمين وأكد الأستاذ الجاسر ضيفك الكريم على أنه تركيا هي من سعت فبالتالي من باب أولى أنه أن يؤتدان تركيا ابتداءا لأنها هي صاحبة المشروع يعني ليس هناك ثمة مشروع إيراني مع الإخوان إلا ما لم تتقدم تركيا بتوسيق هذه المشروع ما في الشك يا سيد المانع ومن قال لك بأن تركيا ممرأة من ذلك يعني سنأتي إلى هذه النقطة في حوارنا اليوم أحسنتي هذا جانب الجانب الآخر يعني القضية الايدولوجية لجنابش ذكرتيها وهم على طرفين قيض هنا الشيعة يؤمن بولاية الفقيه وهنا سني لا يختلف في كثير من النقاط أنا كمتابع أقول لو كانت هناك ثمة علاقة كما وصفها التقرير لا أنكر العلاقة أو رعاية إيران إلى كثير من الفصائل الإسلامية يعني حتى قضية حماس في فلسطين يعني حماس والجهاد برعاية إيرانية واضحة لأنه تلك المنظمات تمتلك أجنحة عسكرية الإخوان المسلمين هو جناح سياسي أكثر بعدا مما يمتلك من جناح عسكري يعني يستطيع أن يقاتل ولم تكن هناك علاقة مرضية حميمة بين إيران وبين الأخوان عندما حكموا مصر فبالتالي هذه كلها نقاط تشير بإشارات واضحة من قال لك أنه لم يكن هناك علاقة حميمة اسمح لي من قال لك بأنه لم يكن خلال حكم مرسي يعني دعا نجاد لزيارة مصر وأيضا ذهب مرسي إلى طهران كيف تقول بأنه لم تشهد العلاقة تحسن أو تقارب سيد المانع لا هذا ليس الموضوع الذي يشير إلى حسن العلاقة أيضا كانت زيارات بين مسؤولين إيرانيين وبين المملكة العربية السعودية يعني هذه لا يشير إلى متانة العلاقة لو كانت إيران داعمة إلى الأخوان المسلمين كما أشار التقرير باجتماع عظمهم وهذه الخضايا الاستقبالية بين الأخوان لكانوا دفعوا بكله لوجود حكم الإخوان في مصر ولكن خلال حكم مرسي حكم العام حكم الإخوان في مصر العلاقة بين إيران والإخوان المسلمين خرجت إلى العلن يعني لم يعد الأمر سريا يعني أعلنها بكل صراحة يعني حين يدعو نجاد إلى زيارة مصر يعني قطيعة منذ عام 81 أو 79 بالأحرى تقول ليس هناك تقارب؟ لا لا هذا ما عليه اختلاف سيد فضيلة أنا لا أختلف معك الدعوة الإيرانية كانت جاءت لأنه تعتقد إيران في منظومتها الفكرية وفي تعاطية السياسية على أنه لابد من مد جسور الثقة مع كل منظمة إسلامية حتى وإن كانت تختلف معها آيدلوجيا في العقيدة يعني هذا يؤمن بإما 12 معصومين وهذا يؤمن بخلافة ومجموعة سلفية هذا لا يعني أن هناك ثمة حراك عسكري يشير باتجاه العداء إلى السعودية يعني تركيا هي المتورطة الأول لماذا لم يقال الآن أنه تركيا تنصب العداء إلى السعودية من خلال دفع إيران بعلاقة مع الإخوان المسلمين سيرد عليك السيد الجاسر سيرد عليك السيد الجاسر سيرد عليك السيد الجاسر ولكن دعني أرحب ضيفنا في واشنطن نورمن رول سيد نورمن رول إذن بوثائق مؤكدة استخباراتية إيرانية خرجت طبعا هذه المعلومات التي تربط العلاقة الوطيدة بين إيران والجماعة الإخوان أولا هل يعني فجأتكم هذه الوثائق وما جاء فيها أولا سيد نورمن رول مساء الخير كلا أن المعلومات بحد ذا نساء ليست مفاجئة بل أنها تسلط الضوء على ما كان يعلمه الجميع ويعطي أدلة بأن إيران هي هنا لمدى الجسور مع الكثير من القوات المعارضة لها في المنطقة منها تنظيم الإخوان وأنها تعمل ضد السعودية وذلك متثق مع المباحثات التي أجتها مع الحماس وميليشيات حزب الله في لبنان الأمر ليس مفاجئ كما قلت ولكن هذا يسلط الضوء على ما هي محفظات إيران في المنطقة أو دوافعها في المنطقة عودة إليك سيد جاسر الجاسر لطالما أكد السيد المانع قضية تركية بما أنها استضافت أو رعت هذه الاجتماعات بين فيلق القدس وبين قيادات في جماعة الإخوان هم نائب المرشد وقتها إبراهيم مونير والمحمود الأبياري ويوسف ندا يعني في النهاية تركيا أيضا سهلت هذا اللقاء ويعني من أجل التركيز على أرضية مشتركة بين تنظيم الإخوان ونظام الملالي هو يقول يفترض بأن السعوديين أيضا يدينوا مقامة به تركيا ما رأيك؟ طبعا النقطة الأولى أنا أقول هذا تفسيري بحكم العلاقة الوطيدة بين تركيا والأخوان واحتضانها الكامل لهم وأن رغم أن السعودية كانت تظهر لتركيا من فترة طويلة يعني نوايا حسنة إلا أنه كان هناك في موجة تركية غير معلنة أحيانا انتجاه السعودية بشكل منها استغلال هذا المظاهر النقطة الأخرى أنا أستغرب حقيقة من يعني شهدت اليوم عددا من زملاء العراقيين في تعليقاتهم يتفقون على خط واحد هذا الموقع غير معروف هذا الموقع يديره إيرانيون له أو كذل أو سلات يديره معارضة إيرانية نحن نتكلم على واقع ونشهد الآن دعما له في وسيلتين علامتين أحداثما مهمة جدا وكبيرة جدا وتفاصيل قريبة ومتصلة بكثير من الوقائية لو أعدنا تطبيق هذه المعلومات على الأحداث الوقائية وجدنا تقاربا هذا أولا المرحلة الثاني نحن نكتشف الآن قد نكتشف شيئا جديدا في الأيام المقبلة مهما كانت الإنكارات ومهما كانت معلومات دقيقة نحن نتكلم على تقرير استخباري من المخابرات الإيرانية كتبه مسؤول إيراني تفاصيله والمعنى فيها والدقة لكن المعلومات العامة وما قيل فيها هذا صحيح ومؤكد والأمر الآخر أنا افترض أنه يكون هناك غضبة عراقية على ما يحدث خاصة أن التقرير أيضا تناول نوع من الامتهان الإيراني والتعامل الإيراني الفج والعنيف تجاه العراقيين بالتالي وهذا حادث ونحن نرصده جميعا كأعلاميين وكسياسيين وكأي أحد يرصد ذلك منذ سقوط صدام حسين وتنامي النفوذ والخضوع الكامل لسياسيين عراقيين للموج الإيراني والهيمنة الإيرانية حتى شهدنا قبل فترة يعني بجاحة تصريحات السفير الإيراني في بغداد وكيف هناك هيمنة هذه مسائل التشكيك في هذه المعلومات ليس له قيمة الآن التأكيد على الروابط الروابط الأخوان المسلمون جماعة حاولت وسعت وتسعى وستسعى إذا كان لها نفس مع أنها تمر بحالة خانقة إلى التخريب والإساءة والجد ما حدث في اليمن دليل واضح الترابط بين حزب الإصلاح والحوثي والتعاون وكيف جمد حزب الإصلاح كل كوادره لصالح الحوثي وحاول حينما وجد أن الأمور تسير للتحالف ولكنه فشل فشلا ذريعا في أن يعيد بالعكس أدى ذلك بتعاون سعودي إماراتي إلى تحديد رؤية واضحة اليمن وبالتالي موجة معاكسة تؤدي إن شاء الله قريبا إلى استقرار اليمن النقطة الثالثة تعاون مع حماس حماس حركة إخوانية بحتة ليست للتصنيفات عسكرية ومعسكرية هذه تصنيفات داخلية الحركة لها إدروجيا معينة تعمل التخريب حماس تنتمي لإيران أكثر مما تنتمي للعالم الحربي أو الإسلامي أو السني وطاعتها وقيادتها وتحمل الإعلام الإيرانية نحن نجد في بغداد أيضا الانتشار والثورة اليوم العراقية ثورة ضد الإيرانيين وضد الخميني وليست كل هذه الملفات تتكشف على هيمنة إيران وعلى صلة الأخوان حتى الأخوان في العراق على فكرة لهم دور باهت في هذه المرحلة يعني أنا لا أستطيع أن أفهمه ولا عندي تفسير له لكنهم لم يتحركوا فيها المقابل هنا في هيمنة الأخوان المسلمون يسعون إلى السلطة بشكل بائس وتعيس وبالتالي يتعاونون حتى مع الشيطان نفسه لا تعنيهم الاختلافات الإيدولوجية وطروحاتهم السياسية منذ أيام البنة لمن رصدها ويعرف أدبية الأخوان يجدون هذا الخطاب أن من يوصلني إلى الهدف أنا أتعاون معه أي أن يكون ملا في درجات التصادم المعينة مثل ما كان حدث في سوريا وبالنسبة لتركيا وسؤالي يا سيد جاسر يعني أنت وضحت بالنقاط كل ما جاء على لسان السيد المانع ماذا عن جزئية عقد هذا الاجتماع في تركيا تركيا دولة استخباراتية بحتها ودولة لا يعقد هذا الاجتماع بدون رعايتها وهي تتولى وتحتضن جميع القيادات الأخوانية اليوم وهي التي تفتح المنابر لهم وهي التي تؤيد وتدعم الخطاب الأخواني بكل المقيس وهي التي هاجمت ونحن شهدنا أردوغان لم يكن يظهر في خطاب إلا رافعا شعار رابعة منذ سقوط مرسل اليوم ويعرف أن السعودية تحارب الأخوان وتوجههم ويعرف أن مصر تحارب الأخوان ويعرف أن الإمارات تحارب الأخوان وهو نبتة الأخوان وهو نبتتهم يستخدمهم سياسيا يتعاون معهم هم جزء من منظومة بشكل ما على الأقل في الوضع الحالي ويعتبرهم أحد أدراءته المهمة طيب أرجو أن تبقى معنا سيد الجاسر أرجو أيضا من ضيفينا نورمان رول وأيضا عادل المنع أن يبقى معنا قبل متابعة طبعا هذا الحوار نستعرض معكم في هذا التقرير التسريبات المتعلقة بتجنيد طهران عملاء لها داخل السلطات العراقية نتابع كشف موقع انترسبت وصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية تسريبات استخباراتية إيرانية تضح سطوة طهران على القرار العراقي أكثر من 700 صفحة من التقارير الاستخباراتية الإيرانية التي حصل عليها موقع انترسبت باللغة الفارسية وعمل على ترجمتها للإنجليزية قبل نشرها وفي أبرز ما كشفته التسريبات رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي تربطه علاقة خاصة بإيران منذ كان في المنفى أيام حكم صدام حسين ولغاية اليوم العديد من كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين والأمنيين في العراق أقاموا علاقات سرية وثيقة مع طهران وفقا للوثائق رئيس الوزراء العراقي السابق نور المالكي هو الشخصية العراقية المفضلة لدى إيران وكان ينظر إلى بديله حيدر العبادي على أنه أكثر ودية للغرب اجتماع سري جمع سفير إيران في العراق وقتها مع كبار الموظفين في السفارة خلص إلى أنه لا داعي للخوف من العبادي فطهران تمتلك العديد من الوزراء في الحكومة وكشفت الوثائق أيضا أن أحد كبار المستشارين السياسيين لرئيس البرلمان سليم لجبوري كان مصدرا رئيسيا للمخابرات الإيرانية وعلى الرغم من أن إيران شككت بداية في ولاء العبادي إلا أن تقريرا كتب بعد بضعة أشهر من وصوله إلى رئاسة الوزراء يشير إلى استعداده التام لإقامة علاقة سرية مع المخابرات الإيرانية كما أبلغ قيادي بارس في الاستخبارات العراقية إيران استعداده للتعامل معها وعرض وضع كل المعلومات الاستخباراتية للجيش العراقي بتصرفها أما مقتدى الصدر فيشكل مصدر إزعاج لإيران ومؤيديها في العراق وفقا لوثائق الاستخبارات الإيرانية نظرا لرفضه التعاون معها على الرغم من أنه عاش ودرس في إيران لسنوات عديدة وكشفت الوثائق أيضا أن سفراء إيران في العراق ولبنان وسوريا يحددهم الحرس الثوري وتحديدا قاسم سليماني قائد فيلق القدس وليس وزارة الخارجية وبعد انسحاب القوات الأمريكية عام 2011 تحركت إيران بسرعة لاستمالة المخبرين السابقين لوكالة الاستخبارات الأمريكية وعمل الإيرانيون وفقا للوثائق على تجنيد عملاء لها في مطار بغداد لمراقبة حركة القوات الأمريكية والتحالف الدولي وفي خريف 2014 فتح وزير النقل العراقي حينها عامر عبد الجبار بطلب من سليماني المجال الجوي العراقي لنقل الإمدادات العسكرية للنظام السوري وفي أواخر ذلك العام كانت وزارة الاستخبارات الإيرانية توثق عمليات التطهير التي يتعرض لها السنة في المناطق المحيطة ببغداد على أيدي الميليشيات التابعة للحرس الثوري كما تعرض المسؤولون العراقيون المقربون من الولايات المتحدة لتطقيق خاص وكانت محادثاتهم ترسل بشكل روتيني إلى إيران نعود مرة أخرى بالنقاش إلى ضيوفنا وأنتقل إليك سيد عادل المانع إذن هذا التقرير صراحة لم يؤكد إلا ما هو مؤكد وما يتم الحديث عنه في الأروقة السياسية ولدى الرأي العام العراقي والعربي إلى أي مدى مكشفته هذه الوثائق الاستخباراتية سيزيد المشهد عفوا العراقي إرباكا ويزيد أيضا من ربما اشتعال الوضع على الأرض والتظاهرات المستمرة منذ أشهر الآن يا سيدة الفاضلة يا سيدة فضيلة إذا كنت أنا أشكلت ابتداء على ما جاء في التقرير بخصوص العلاقة إيران والأخوان وتركيا والرعاية التركية اليوم أنا أتحدث عن الشأن العراقي وما جاء بهذا التقرير اللي أنا بكم عرضته هذا منفي جملة وتفصيلا ولا يمت إلى الواقع بصلة الردود والأدلة على هذا كثير يعني جاء فيه أنه السيد مقتدل مقتدل صدر مقتدل صدر الآن هو في إيران لمن لا يعلم من جميع العالم يسمعني الآن هو في قم في إيران ويدعو من إيران إلى سحب الثقة من الحكومة ويدعو إلى إضراب عام ويدعو إلى استجواب الحكومة لو كان هذه الشخصية هي برعاية إيرانية وبتوجيه إيراني شأن عادل عبد المهدي ونور المالكي وحيدر العبادي كما أسلفتم لكان إنه اتخذت بحقه إيران ما اتخذت أو على أقل التقادير تستطيع أن تملي عليه وتغلق فمه ألا يتحدث بكلمة من هنا أو هناك هذا الحديث غير وارد هذا الجانب بالجانب الآخر فيما يخص عادل عبد المهدي يعني أنا اليوم وأعتقد عرض من على شاشتكم يقول أنه مسؤول في الخارجية الأمريكية بشأن استيراد مصر لطائرات من روسيا مقاتلات من روسيا يقول أنه سوف تتعرض مصر يعني تلغي الصفقة ستتعرض إلى عقوبات أمريكية القصد من يخالف أمريكا وكأنه يدفع ثمن وجوده السياسي عادل عبد المهدي شنت عليه الإدارة الأمريكية هذه الحملة على أنه إيرانيا مع العلم أنه جاء برضا أمريكي ورضا إيراني وفقا للتوافق الداخلي العراقي يا سيد المانع خلاف عادل عبد المهدي يسمح لي يا سيد عبد إذا اختلف عادل عبد المهدي مع الولايات المتحدة هذا لا ينفي علاقة الرجل بالنظام الإيراني كما جاء في هذه الوثائق وهل يمكن أيضا نفي بأنه الرئيس الوزراء السابق أو الأسبق نوري المالكي هو كان المفضل لذا إيران طيلت عقد تقريبا على رأس الحكومة العراقية الحديث ليس في هذه الجزئية الحديث فيما تبقى من العلاقة أو الموقع أو القرارات هل تريد أمريكا أن يصادر القرار العراقي أو تريد إيران أن يصادر العراقي لن نرضى لا لإيران ولا لأمريكا ولا لأي متدخل أن يصادر الرأي العراقي يعني أنا أتذكر في حكم نوري المالكي أشار بإشارة واضحة وقال أن رياحا صفراء ستأتينا من سوريا وتلهب العراق هذا الحديث قبل أن يدخل داعش قبل أن تنتهي الولايات المتحدة طيب سيد المانع اسمح لي فقط سيد المانع بما أنك أثرت نقطة الولايات المتحدة اسمح لي فقط سيد المانع لأنه سيد نورمال رون أيضا معنا في هذا الحوار هناك نفي من السيد المانع بصحة هذه المعلومات التي سربت من خلال هذه الوثائق وهذا التأثير للنفوذ الإيراني في العراق وبأنه لا عملاء لإيران في العراق ما رأيك سيد نورمان رون؟ هذا ليس صحيح لدينا أفراد مثل المهندس والعدد من الشخصيات الذين هم ممثلين لفايلق القدس هناك أيضا شخصيات أخرى التي نقشت بالتفاصيل تأثير إيران لاستخدام علاقاتها القديمة لعقد علاقات مع مسؤولين في العراق وما يفاجئنا في المعلومات التي تم حصل عليه هي التفاصيل المذكورة وكيف أن الحكومة الإيرانية تحارب نفسها وهي ترمز إلى بيروقراتية وهي ضعيفة ويتم تحركها من الخارج ولكن نعرف أن تأثير إيران في العراق لطالما كان معروف ونعرف اليوم أن إيران تمنع العراق من بناء علاقات أفضل مع دول الخليج وتمنع المنطقة من منع تنظيم الأخوان وكان هناك تقرار سابقا في أنها التقت بالتنظيم الأخوان وهذا يعني أن المخابرات التركية قد دعمت إيران وكانت هناك لقاءات بين هذه المجموعات وهدفت هذه المجموعات لتأثير بشكل سلبي على المنطقة سيد الجاسر جاء على لسان نورمنرول بأن إيران في النهاية لها تأثير والدليل على ذلك بأنها تمنع دائما الحكومة العراقية من نسج علاقات عادية وعلاقات وطيدة مع دول الخليج ما رأيك؟ طبعا هناك نقطة أحب أشير إليها طريقة سيطرة إيران على مطار بغداد هو تماما كما يحدث في لبنان يسيطر حزب الله على مطار رفق الحريري وبالتالي يدير الحركة فيما يدخل في البلد وما يتحرك إليه سواء بشكل مباشر وغير مباشر لا يعني الحديث عن زميل المانع للأسف الحديث عن إيران حمامة سلام إيران دولة متغلغلة جمهورية متطرفة تنشر الخراب وقامت وهيمنت على العراق بكل المقيس وعرقلت إمكاناته وسيطرت عليه وأملاكي وأيضا هناك الاستثمار الوجود الإيراني في العراق هو وجود أخطر بكثير هي لا تظهر حين في الصورة لكن تشير في مواقع متعددة منذ الاحتفال في البرلمان الإيراني بالسيطرة على بغداد وهي تدير هذا الملف العراقي بكل وضوح وبتعدي وبمحاولة تظهر كثيرا على أنها امتهان لسيادة العراقيين وسلطتهم عن طريق التعامل بملفات أمنية وإدارة العراق كأنها مجرد منظومة أمنية وليس بلد يتمتع بالسيادة الكاملة مما كانت الخطابات الإيرانية ولذلك التغلغ الإيراني واستخدام العراق وإمكانات العراق وثروات العراق وتفسيد وساد علاقاته مع الدول المجاورة هو التأثير حتى قد يكون غدا بكرة إذا ظهرت نتائج تحقيق تفجير أرامك وقد يكون أن إيران أيضا استخدمت الأراضي العراقية لإطلاق صواريخها ورسال طائراتها المسيرة من هناك العجز عن عملية جدولة وإدراج حتى الحشد الشعبي رغم كل التصريحات من أيام البدي إلى اليوم في أنه سيتحول إلى مؤسسة عسكرية لا يتحول لأنه هناك ارتباط جذري وإدراجي وجيني مع إيران وإيران لا تفرط بمقتصباتها بهذا الشكل وبذلك تدير الحكومة وتسيطر عليها وشهدنا أغلاق الحدود بالسرعة الفائقة تنفيذ للرغبات الإيرانية هناك مشكلة كبيرة عدم الاعتراف بهيملة إيران على العراق وعلى سوريا وفي لبنان هذا وفيه ومحاولاته للسيطرة عليها من هذا إنكار للواقع بالتالي يؤدي إلى استمرار هذا الهيملة نحن نجد اليوم مشعدا في الشارع يتغير مع السلطة السياسية وكل الثوابت تؤكد وتبين وكل أدلة تظهر هذه العلاقة الإيرانية الواضحة وسيطرتها أو استخدامها لكوادر عراقية سواء بشكل مباشر أو تجنيدها السابقة وفي الاجتماع سيد المانع باختصار حتى أن الإخوان المسلمين حين اجتمعوا مع فيلق القدس طالبوا بإعطاء الفرصة لسنة العراق من أجل المشاركة في الحكومة هل يمكن إنكار أيضا هذا الرابط بينهما في أقل من دقيقة لو سمحت للمانع لا معطيني مجال أنت ضيوفك أخذوا كل مجال الحلقة على يتحال أقول أنه الهدف الرئيسي من إثارة هذه هو العجز الأمريكي في مواجهة إيران بشكل مباشر فبالتالي ذهبت إلى أن تحارب إيران بشكل غير مباشر عبر هذه الأساليب هذا واحد اثنين نحن في العراق يفترض أن يسمع رأينا علاقاتنا مثلا مع الجارة السعودية الشقيقة علاقة جدا طيبة وحميمة خصوصا بعد اللقاءات الأخيرة في حكومة السيد العبادي ولغاية يومنا هذا هذا لا أنفي أي تأثير أمريكي أو إيراني معا في الداخل العراقي ولكن أن يسخر العراق أو يوجه العراق من قبل طرف دون إرادة عراقية هذا ما أنفيه يعني علاقة مثلا إيران بحزب الله واضحة وصريحة وعلى رؤوس الأشهاد السيد حسن نصر الله يقول أنه الولي الفقي علاقتهم بأنصار الله باليمن واضحة العلاقة بالعراق لم تكن ذات العلاقة وذات النوع تختلف تماما هناك رؤية عراقية ولكن لضرورة ما يجري في المنطقة من قبول منطقي شكرا لك سيد عادل المانع شكرا جزيلا لك عادل المانع شكر أيضا لجاسر الجاسر من الرياض وشكر أيضا لنورمان رول من واشنطن شكرا لك